احنا اخدنا لقطة الحقيقة اولا الحقيقة برافو كابتن اصامع فتاح الحقيقة انه هو بيدفع بالعنصر النساء في التحكيم وبيديهم الثقة والحقيقة بيقدوا اداء ممتاز ممتاز وممكن شوفنا على مستوى العالم كله في نهاي ده اوروبا مرة فيه ده حكمت مرة حكم نهاي اوروبا سيدها حكما فدي حاجة جميلة جدا انا جاي بلقطة طريفة مقصودش بيها حاجة والله لكن برضو يعني ايه مش عايز العنصر النساء يتأثر بالانفوية الحاكمة النهاردة المساعدة رائعة يارا رائعة كانت المساعدة اللي هي هناك ناحية الدرجة الثالثة هنشوف اللقطة يظهر ان هي احتسبت يارا عاطف احتسبت تسلل على عمر مرعي وروعة قدت الفرصة الاولى اللي هناك دي ما رفقتش راح مرعي يحطها بالعرض ماشجون في كل احوال رفع ايه شايفينا هناك ايه رفعت راح بقى واحد من النادي المصري يعترض عليه خلي بالكم بقى من اللبسنج بتقول ايه بتقول له ايه اعمل لك ايه عم بتكلم لاعب النادي المصري بتقول له ايه اعمل لك ايه عم اهي بص لا لا اكمل عادي عشان يشوفوها الناس كويس اهي اعمل لك ارجع بقى تاني كده خد الخد التلات كلمات دول اعمل لك ايه يا عم اه او مالك يا عم حاجة كده اهي طيب لازم انا طبعا اولا بحييك يا كابتن يارا على ادائك المميز جدا طوال المباراة وان انت حتى الكورة اللي فيها شبهة سبت الهجمة تكمل وبعدين رفعت ريتك وكنت حازمة وحاسمة وارجو ان اللي انا بقوله ده ده ما بيعتبرش ناخد اللي سمح الله ولا يقلل ولا يمس من كفاقتك اطلاقا لكن هو تاتش لطيف حبيته اقوله يعني انه وانتي بتحكمي سواء صفارة او مساعد حكم خلي بالك ان الكاميرات بطلقوا دلوقتي كل حاجة ومن ثم ناخد بالنا قوي لانه اللي بسنج ده انتي واضحة جدا مالك في ايه عم طب لو هو لعيب اه مش لطيف او ده متقيل او من نوع اللي ما بيتقبلش اي حاجة ممكن يرد رد مش حل وانتي في النهاية سيدة محترمة طبعا فارجو ان ده انا مش بكلم يارا الوحدية بكلم اي عنص النساء وبشيد مرة تانية بقرار باشراكم وكانوا اكثر من ممتزين